أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمنجس الشورى أهمية استمرار تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الأهداف المرجوة بعد مرحلات جائحة فيروس كورونا مشيرا إلى ضرورة دعم النمو الاقتصادي لمملكة البحرين والحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم التحديات المختلفة لبلوغ التعافي المالي والاقتصادي المنشود بما يعكس رؤى جلالة الملك المفدة وأضاف المسقطي أن العمل وفق متطلبات المرحلة الحالية نحو تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بعد الظرف العالمي الاستثنائي للجائحة يمثل أرضية مشتركة تتفق عليها السلطتان وأشار المسقطي إلى ضرورة تكثيف الجهود والتمسك بالمبادئ التي يرتكز عليها برنامج التوازن المالي مع الاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين معربا عن تقديره في هذا الصدد للجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن المبادرات المتعلقة بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات العامة تسهم في تجنب أي خيارات قد تؤثر على المواطنين بشكل مبشر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة